لم تكن الوحدة اليمنية مجرد حدثاً سياسياً شهدته اليمن قبل 33 سنة أو اتفاقاً وطنياً أبرمته أطراف الشمال اليمني مع الأطراف الجنوبية عام تسعين تسعمائة وألف بل كانت لحظة المسجلة انتظرها اليمنيون قروناً من الزمن والحلوم الذي فرضت الإرادة الشعبية تحقيقه رغم أنوف الرافضين ومحاولاتهم والحقيقة الأبدية التي آمن بها اليمنيون في كل بقاع الوطن الذي لا يقبل القسمة على اثنين في الثاني والعشرين من مايو عام تسعين تسعمائة وألف عاد اليمن الكبير إلى اليمن الكبير والتقى الشعب بالشعب كالتقاء الماء بالماء والوضوء بالضياء واضعاً النهاية الأبدية لكابوس الفرقة والانفصال مؤكداً أن الحق أكبر من كل مشاريع الباطل وأن اليمن كل لا يمكن تجزئته وتشطيره وجانب واحد لا يتأثر بالمحاولات الجانبية والمساعي الأجنبية توحد اليمنيون لأن إرادتهم كانت وما تزال واحدة موحدة لأنهم جميعاً تجرعوا بنصائب الفرقة على السواء فأدركوا قيمة الوحدة وضروريتها الحتمية توحدوا لأنهم أرادوا الحياة الحقيقية فعرفوا طريقها وسلكوه وتاقلوا النور فصنعوا مصابيحه وضاقوا ذرعاً من الاستعمار والانكسار وعانوا ويلات الاحتراب والاغتراب فجمعوا أنفسهم وأجمعوا على رأي واحد وقراراً واحد ليعودوا شعباً واحداً بجسداً لا جسدين وبقلب لا قلبين يملك وحده مصيره الواحد ويسود في أرضه لأنه يملك سيادته ويواجه كله ما يواجه بعضه اليوم وبعد ثلاثة وثلاثين عاماً من إعلان الوحدة المجيدة المباركة عادت أطماع الشر بمحاولات خبيثة لتخرق سفينة الوحدة سعياً منها لإغراق الشعب الغارق بحرب الميليشة الحوثية تحقيقاً لأجندات خارجية لطالما أضمرت العداء لليمنيين وسخرت جهودها للنيل منهم سواء بصناعة العملاء وشراء الولاءات أو بدعم المشاريع الصغيرة لتقزيم اليمن الكبير استغلالاً للظروف القاسية التي تمر بها البلاد لكن الوحدة اليمنية ليست مشروعاً لتتحكم به تلك المشاريع ويلغي وجوده وجود مساعي الانفصال والمطالبات المختلقة به بل هي الوطن كما أراده الشعب من أقصاه إلى أقصاه ومن أول يوم إلى يوم القيامة ولا يمكن فصل الذات الواحدة وتقسيم الجسد الواحد ووضع حدود بين اليمني وبين نفسه مهما كانت المحاولات والنتائج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر